مقتل رجل في فينا على يد قوات الشرطة النمساوية بعد أن هجمهم ببندقية روسية مش عارف هم هجموه عشان معاه بندقية روسية ولا هجموه عشان هو هجم عليهم طبعا على الأسف صراحة حادث مؤلم للغاية وفعلا الطريق وحي البرجيتا في الحي العشرين ده مقتص بالسكان وكون إن حد يلجأ لموضوع أنه يستخدم سلاح في الشارع ده بيؤدي إلى ترهيب ده بيؤدي إلى رعب السكان يعني ما انتش ضمن ممكن لو في أطفال في الشارع يعني الموضوع موضوع خلل هل هو من تقصير من وزارة الداخلية ولا المفروض يكون في رقابة أكبر وعمليات تفتيش في المشتبه بيهم يا أستاذ نمدوح لا هي القضية بصراحة ليست موضوع يعني المراقبة ولا شيء الموضوع وين الموضوع وين طبعا يشتبه فيه عنده متفجرات ما لم يثبت أنه عنده أي متفجرات الموضوع وين أستاذ الكريم الموضوع أنه هذا الحادث الثاني خلال خلال أسبوع من أسبوع أيضا من أسبوع آخر تقريبا قام شخص طبعا بقتل شريكته أو بقتل صديقته أعتقد تشيلي من تشيلي أعتقد كانت هو روماني الجنسية قام بقتله بعدين خرج بسكين إلى الشارع وحاول يهاجم الشرطة وأن الشرطة قامت على الفور بقتله أنا هذا اللي ما ليه أدير أفهمه طب هذا أعمل جريمة قتل وعلى ما يبدو كان هجومي واضطروا أنه يهاجموا بالقتل طيب هذا الآخر هذا هاجم طبعا بسلاح هذا الأكي 47 أعتقد لا بس لما خرج أكي 47 كان ذلك بداية معه سكين بعدين رجع وتحصن في منزله بعدين فتح حباب وضرب وضرب طلقة اليوم الأخبار بتقول ضرب طلقة على الشرطة لم تصب أحد طبعا فبالتالي هما الشرطة قامت بالرد الفوري بالرد الفوري عليه بإطلاق النار وفعليا هاي الإطلاق أردا قتيلا بعدين اقتحموا الشقة لقوا لقوا ميت فعليا يعني هو أبدا جابوا الإصعاف ولكن تبين أنه هو فارق الحياة ولكن سيد الكريم الغريب في الأمر جريمتين قتل قامت بهم الشرطة قتل حالتي قتل ننسميه جريم لكن أنا بعرف الشرطة أنا بعرف الشرطة بكون معهم مسدس كهرباء ساعق بكون معهم بصراحة غاز مصير للدموع بكون معهم كتير أمور بالتعيق المهاجم مهما كان يكون شكله فلماذا لماذا اللجوء رقم واحد إلى مسدس لماذا لا أكيد في تحذيرات يعني معهم ماكناش موجودين في الحاجز الله أعلم بغض النظر هل أنت متوقع أنه هو هينصت ليهم مش ممكن يقتل اثنين تلاتة من المشيين في الشارع المسدس المسدس الساعق يا سيد الكريم تأثيره لا يختلف أبدا عن عن المسدس القاتل ماشي إلا باستثناء الشخص اللي كان مسلح بروسية أو الآكة 47 أو الشبيه بها قالوا هم الشبيه بها صراحة ما عرفه نعم المقلدة مقلدة يعني بغض النظر يعني ممكن تكون بس هذا سلاح يعني هون ممكن القتل مبرر أكيد صنعت الصين القتل مبرر القتل مبرر ولكن في الحالة القتل الأولى لا أعتقد أن القتل مبرر مهما كان يكون الشخص عنيف باعتبار أنه لا يحمل سلاح لماذا الشرطة السلاح الأول الذي استخدمته هو كان المسدس أنت مش بتقول أن هو كان بيتهجم على ناس ماشر الشارع أو كان بتهجم على الشرطة أوكي بيتهجم بس هو ما تهجم على حدا أي بس الشرطة فيها برضو الشرطة فقدت الناس كتير من الشرطيين برضو من المجرمين نحنا بس بغض النظر نحنا لسنا بمقام ندافع لا عن الشرطة ولا عن المجرم هذا مجرم هذا مصرف ولكن أنا السؤال هاي الحالة القتل التي تكررت في أسبوع حالتين قتل يعني إحنا ما بينهم سبعة أيام تقريبا فبصراحة هذا الشيء المريب لماذا الشرطة لم تستخدم أساليب أخرى للدفاع عن نفسه هذا السؤال أعتقد أن التحقيقات ستبرز وستخرج يعني ما حصل بالضبط